ماء يحل الليل على الضفة الغربية المحتلة حتى يتأهب الفلسطينيون من سكان المخيمات لاقتحامات ومداهمات من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تصحب آلياتها العسكرية وتجول بها في الشوارع بحثاً عماً تقتله أو تصيبه أو تعتقله هذه هي حال محافظات الضفة الغربية منذ صارت رسمياً تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 غير أن الأمر صار أسوأ منذ أكثر من عام مضى وفق ما رصدته الأمم المتحدة من عنف ممنهج ضمن سياسة التهويد الإسرائيلية وازداد سوءاً على سوء منذ 7 من أكتوبر الماضي فعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية لم يشبع جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو من الدماء التي يسفكها في قطاع غزة فقرر أن يزيد من عنفه في الضفة الغربية لسيما في نابلوس والخليل ورمالة ثم جنين التي شهدت آخر ما شهدت ضرب شبان فلسطينيين بالرصاص الحي في الجزء الأعلى من الجسد ما يشير إلى نية مبيتة للقتل ولا شيء غيره هذه العمليات اللا إنسانية لا يرتكبها فقط جنود الاحتلال بل يشاركهم فيها مستوطنون صاروا يحملون السلاح بأبسط الإجراءات بعدما قرر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش أن يتمنى تسليحهم كي يزيد الضغط على أصحاب الأرض فيضيقوا بها ذرعا لكنهم يشيعون فلذات أكبادهم بإيمان وصبر واحتساب ويدفنونهم في أرض فلسطينهم لعل الأرض تحميهم بباطنها ما دام ظاهرها مستباحة لآلة قتل إسرائيلية موتورة